اشتركوا في القناة اهلا بكم الى درس جديد من دروس قناة مدرسة المناهل نتعلم من خلاله معلومات جديدة ونستمتع ونستفيد هل انتم جاهزون لبدء الدرس الصغار؟ هيا بنا ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ درس اليوم في مادة اللغة العربية وهو حل لتمارين الدرس السابق درسنا السابق كان بعنوان سفينة الصحراء هل تتذكرون هذا الدرس احبائي؟ احسنتم لكن قبل ان نبدأ بالدرس اريد ان اعرفكم الى صديق صغير يريد ان يتحدث معكم قليلا ما رأيكم؟ ممتاز هيا بنا معا لنتعرف الى صديقنا الصغير مرحبا بكم اصدقائي انا احمد تلميز في الصف الاول في مدرسة المناهل الدولية اتابع دائما الدروس على القناة واحفظ جميع النصائح التي يقدمها لنا المعلمون للمحافظة على صحتنا وعلى منزلنا خاليا من الامراض ولكي لا منسى تطبيق هذه النصائح انت باحضاري ورقة وقلم وتشديد هذه النصائح بقائمة خاصة انظروا اليها كل يوم وقموا بعض اشارة صح على ما قمت به ووصل التنفيذ ما نسيته الان نريكم اصدقائي ان ننظر معا الى القائمة ونضع علامة صح امام النصائح التي اتبعناها اليوم النصيحة الاولى غسل يدين بالماء والصابون كل عشرين دقيقة هل قمتم بغسل ايديكم اليوم؟ احسنتم اصدقائي النصيحة الثانية فتح نوافذ المنزل وتغيير الهواء هل قمتم بذلك مع والديكم؟ أصدقائي احسنتم النصيحة الثالثة عدم استكتام اغراض الاخرين هل استخدمتم اغراضكم الشخصية ولم تستخدموا اغراض احدا اخر اليوم؟ احسنتم النصيحة الرابعة الاكثار من شرب السوائل هل تقومون بشرب الماء الكثير بعد الافضار كل يوم؟ احسنتم اصدقائي تقبل الله مننا ومنكم فيامنا وقيامنا والسلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم احباء الصغار مرة اخرى ما رأيكم بقائمة احمد؟ هل هي مفيدة؟ اتمنى ان تكونوا قد استمعتم الى النصائح جيدا وان تواضبوا على تنفيذها كل يوم والان لنعود لمتابعة درسنا سفينة الصحراء افتحوا كتبكم اطفالي على الصفحة الاولى من التدريبات وهي بنا لنحل سوياتا السؤال الاول اختاروا الكلمة المناسبة الخيمة مصنوعة من الحرير القط ام وبر الجمل تذكروا جيدا اطفالي احسنتم الخيمة مصنوعة من وبر الجمل العباءة تحمي البدوية من جو الصحراء المدينة ام البحر تذكروا جيدا احبابي اين يعيش البدوي احسنتم يعيش البدوي في الصحراء اذا العباءة تحمي البدوية من جو الصحراء صحراء ممتاز اكمل الجمل وفق النموذج لدينا الان صغاري كلمة مكتوبة وسنضع بجانبها كلمة اخرى مناسبة لكي يكتمل معنى الجملة كما هو مبين بالمثال التالي البدوي كريم البدوي هي الكلمة الاولى ووضعنا بجانبها كلمة اخرى اخبرنا بها معلومة عن البدوي وهي كلمة كريم واصبحت الجملة البدوي كريم صغاري هل تعرفون معنى كلمة كريم احسنتم الكريم هو الشخص الذي يقدم المال والطعام والشراب الى كل الانسان محتاج بدون تردد وهي صفة مميزة يجب ان يتصف بها جميع المسلمين احسنتم الان ننتقل الى الجملة التالية ونقرأ القطار اذا الكلمة الاولى المكتوبة هي كلمة القطار الان صغاري ماذا يمكنكم ان تخبروني عن القطار بكلمة واحدة هي فكروا جيدا ماذا يمكن ان نكتب عن القطار احسنتم القطار سريع القطار نظيف القطار طويل ممتاز اذا سنكتب القطار سريع القمر القمر هي صغاري فكروا جيدا ماذا يمكنكم ان تخبروني بكلمة واحدة عن القمر احسنتم القمر هلال القمر بدر ممتاز احسنتم اذا سنكتب القمر بدر ننتقل الى الجملة التالية ونقرأ الصحراء واسعة ما معنى واسعة صغاري احسنتم واسعة يعني كبيرة وممتدة ننتقل الان الى الجملة التالية اللعبة ماذا يمكنكم ان تخبروني عن اللعبة بكلمة واحدة صغاري هيا فكروا لكن قبل ان تجيبوا اريد ان الفت انتباهكم الى امر مهم انظروا معي الى كلمة اللعبة هل تدل هذه الكلمة على مذكر ام انها تدلها على مؤنث سوف اساعدكم قليلا انظروا معي الى هذا الحرف الحرف الذي تنتهي به هذه الكلمة ما هذا الحرف صغاري هل تتذكرون هذا الحرف احسنتم هذا الحرف هو التاء المرغوطة لذلك فان هذه الكلمة تدلها للمؤنث لانها انتهت بتاء مرغوطة اذا فان الكلمة التي سوف تختارونها ستكون ايضا مؤنث وتنتهي ايضا بتاء مرغوطة هيا صغاري احسنتم اللعبة كبيرة اللعبة صغيرة ممتاز ساختار اللعبة جميلة التلميذة التلميذة ايضا كلمة تنتهي بتاء مرغوطة اي انها ايضا تدل على المؤنث لذلك فان الكلمة التي سنختارها ايضا ستكون مؤنثة يعني يجب ان تكون منتهي بتاء مرغوطة هيا صغاري اخبروني ماذا بها التلميذة احسنتم التلميذة جميلة التلميذة طويلة التلميذة مجدة ممتاز الان صغاري سوف نقوم معا بتلوين حرفي الهمزة انا سوف اختار التلوين باللون الاحمر وانتم تستطيعون اختيار اللون الذي تريدونه وتحبونه احسنتم السؤال التالي اصل بين النقاط لأكون حرف الهمزة صغاري باستخدام القلم نقوم بكتابة حرف الهمزة المنقط ليظهر بشكل واضح وجميل في كل الكلمات هل انتهيتم احسنتم صغاري السؤال التالي ارسم الهمزة مع الحركات والمادي ثم الفيض انور اسامة ياب رائد لؤ لؤ امال صغاري انتبهوا معا الى الكلمة الاخيرة ما هذه احسنتم هذا هو المد اذا عند اللفظ هنا نقول ا اي اننا نمد الحرف ونجعله طويلا امال اضعوا دائرة حول عرف الهمزة عباء الصحراء كأس لؤ لؤ انتبهوا صغاري بهذه الكلمة لؤ لؤ تظهر عندي الهمزة مراتان اناء ما معنى كلمة اناء صغاري هل تعرفون الاناء هو ويعون يوضح بيطاعم هيا نكمل صائغ لنضع دائرة حول الهمزة ما معنى صائغ صغاري الصائغ هو الذي يصنع ويبيع الذهب احسنتم وحلل ثم اقرأ الان صغاري لدينا كلمات سوف نقوم بتحليلها اي اننا سوف نكتب الحروف المكونة لها كل واحد على حدة في مربع خاص به هل انتم مستعدون هيا نبدأ الكلمة الاولى ايمن ما هي ما هي الاحرف التي تكون كلمة ايمن هيا نشاهد سويا الحرف الاول هو الهمزة سوف هيا أحسنتم صغاري أركب ثم أقرأ منتبها لكتابة الهمزة مضبوطة بالشكل صغاري الآن سوف نقوم بتجميع هذه الأحرف الموجودة في المربعات لنكون منها كلمة هل أنتم مستعدون؟ أيها بنا الأحرف الأولى همزة وضمة أ م س ي فتكون الكلمة أمسيا أحسنتم ننتقل إلى الكلمة الثانية همزة وفتحة أ س د ق أ أصدقاء أحسنتم صغاري أكتب ويأتي بخط واضح ثم أقرأ صغاري كرر الجملة التالية بخط مرتب وجميل على الصصر في الأسفل يلبس البدوي عباءة من صوف الأغنام أحسنتم صغاري الآن أحاول الرافيقي لأرشده إلى سفره حول وسيلة النقل المناسبة مستعينا بالصور تخيلوا أحباء الصغار أن لكم صديقا سوف يسافر مع والديه إلى بلاد بعيدة لكنه لا يعرف أي وسيلة نقل يتوجب عليهم أن يستخدموا لذلك سوف نقوم معا بمساعدة صديقنا هذا من خلال شرح مفهوم وسائل النقل وأنواعها أولا ماذا يعني وسائل النقل؟ هل تعرفون؟ وسائل النقل هي الأشياء التي نركبها للانتقال من مكان إلى مكان آخر مثل القطار والسيارة والسفينة والطائرة حتى الجمل تنقسم وسائل النقل إلى وسائل تستخدم الأرض أي أنها تصير على الأرض ووسائل تستخدم الجو ووسائل تستخدم البحر وحتى نستطيع مساعدة صديقنا هيا بنا نشاهد الصور ونحدد كل وسيلة أي طريقة نقل تستخدم هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا ما هذا صغاري؟ أحسنتم إنه قطار أين يسير قطار؟ أحسنتم القطار يسير على الأرض ما هذا صغاري؟ إنها سفينة أين تسير السفينة؟ ممتاز تسير السفينة في البحر ما هذه صغاري؟ أحسنتم إنها عربة أين تسير العربة؟ تسير العربة على الأرض ممتاز أحسنتم والآن ما هذه صغاري؟ إنها طائرة الطائرة تطير في الجو ممتاز والآن إلى الصورة الأخيرة ما هذا صغاري؟ هل تذكرونه جيدا؟ أحسنتم إنه الجمال أين يسير الجمال؟ هل يطير؟ طبعا لا هل يسبح؟ طبعا لا إنه يسير على الأرض ممتاز بارك الله بكم أكمل الجمل مستعينا بالصور وفق النموذج الآن صغاري لدينا مجموعة من الصور سننظر إليها ونكمل ما هو ناقص من الجمل بحسب الصورة الصورة الأولى ماذا يظهر في الصورة الأولى؟ أحسنتم الجمال والصحراء والبدوي إذا ذهبنا إلى الصحراء نركب الجمل إذن ماذا نفعل إذا ذهبنا إلى الصحراء؟ أحسنتم إذا ذهبنا إلى الصحراء نركب الجمل لننظر معا إلى الصورة التالية ماذا نشاهد في هذه الصورة الصغار؟ أحسنتم نشاهد مجموعة من الأطفال يلعبون الرياضة إذن ما يحدث إذا لعبنا الرياضة؟ ممتاز إذا لعبنا الرياضة نقوي أجسامنا الصورة التالية ماذا نشاهد في هذه الصورة الصغار؟ نشاهد فلاحاً يحمل أداة ويقوم بالحصاد ويظهر بأنه فصل الصيف إذن إذا جاء الصيف ماذا نفعل؟ نحصد الزرع ممتاز أحسنتم الآن أرسم الرمز المناسب أمام حالة التقص في الصور الآتية وفق النموذج صغاري سوف نشاهد الآن معن مجموعة من الصور نحدد فيها حالة التقص فإذا كان الجو غائماً وبارداً وضعنا أو رسمنا سهماً يتجه إلى الأسفل يعني أن درجة الحرارة منخفضة السهم المتجه إلى الأسفل يدل على انخفاض درجة الحرارة وإذا كانت الصورة تدل على نهار مشمس وحرارة مرتفعة سوف نرسم سهماً متجهاً إلى الأعلى يعني سهماً يدل على ارتفاع درجة الحرارة هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا الصورة الأولى ماذا نشاهد في هذه الصورة الصغاري؟ نشاهد عائلة مكونة من أب وأم وطفل لكن ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ انظروا جيداً ممتاز العائلة ترتدي الملابس الشتوية يعني هل الجو بارد هنا أم أنه حار؟ ممتاز الجو بارد لأنهم يرتدون الملابس الشتوية إذن سوف نرسم سهماً متجهاً إلى الأسفل يعني درجة الحرارة منخفضة لننتقل إلى الصورة التالية الصورة التالية ننظر إليها معاً ماذا نشاهد في هذه الصورة الصغاري؟ نشاهد الجمال وإيضاً نشاهد الصحراء ونشاهد الشمس ممتاز إذن ما رأيكم بدرجة الحرارة هنا؟ هل الجو مشمس وحار؟ أم الجو غائم وبارد؟ ممتاز أحسنتم الجو مشمس وحار لذلك قمنا برسم سهم متجه إلى الأعلى يعني درجات الحرارة مرتفعة الصورة التالية ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ انظروا جيداً تأملوها نشاهد سماء تملأها الغيوم هل نشاهد الشمس؟ لا ليس هناك شمس إذن ماذا تتوقعون أن تنتقون حالة الجو هنا؟ ممتاز الجو هنا غائم وبارد يعني درجة الحرارة منخفضة إذن نرسم سحما إلى الأسفل الصورة الأخيرة ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ نشاهد مجموعة من الأطفال يرتدون ملابس الصباحة ونشاهد أيضاً البحر متى نذهب إلى البحر الصغاري؟ في الصيف أم في الشتاء؟ يعني عندما يكون الجو حاراً أم عندما يكون الجو بارداً؟ ممتاز نحن إلى هنا ينتهي درسنا اليوم أحباء الصغار أتمنى أن تكونوا قد حصلتم على كامل الاستفادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر